أصبق بخطوة نيسير المحتجون في الشارع هم هنا أمام بيت الوسط في وسط العاصمة اللبنانية بيروت إنه بيت رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري هنا يهتفون رافضنا أي تكليف محتمل للحريري مرة ثانية في الاستشارات النيابية هذا المشهد يضحض بشكل أو بآخر الحديث عن أن تيار المستقبل أي الحريري هو من ينظم الاحتجاجات المنوئة سعيا لإسقاط كل الأسماء الأخرى التي تطرح لرئاسة الحكومة فأي مبتدئ بالسياسة يدرك أهمية صورته لذا لا يعقل وليس منطقيا أن يحرق الحريري صورته أو اسمه بنفسه حتى وإن كان الهدف تعقيد المشهد ومناورة لتأجيل موعد الاستشارات وبالتالي فأن الاحتمال الآخر هو أن يكون الحرق ضد الحريري عفويا لإبعاده تماما حاله كحال جميع من في السلطة ورموزها إلا أن المشهد أعقد من أن يحتمل الأبيض أو الأسود فهناك أيضا احتمال يقف متربصا من وراء الستار وهو وجود توجيهات لقطع طريق أمام عودة سعد الحريري الآن ولتكريس الفوضى والفراغ وربما الفلتان الأمني الواسع وإن كانت الجهات التي تقدم تلك التوجيهات داخلية أم خارجية أمريكية أم سعودية فأن قراءة مساعيها لا تستوجب كثيرا من الجهد تأليف الحكومة في لبنانا يعني عودة للاستقرار وأي استقرار سيصب في مصلحة حزب الله الذي أعلن بوضوح على لسان أمينه العام أن هدفيه الحاليين هما تفادي الفلتان الأمني والإسراع في الإصلاح ومواجهة الفساد بجدية أي منع أي انهيار اقتصادي ومالي في الحراك اللبناني ألغام كثيرة فأصوات الناس الغاضبة معيشيا تمتزج بأصوات أخرى تبطن غير ما تقول وتفعل غير ما تعلن عودة الحريري غير مستساغة في الحراك الشعبي لارتباط اسمه بملفات فساد ولكنها أيضا غير مرغوب فيها لدى أطراف آخرين أولويتهم إقصاء حزب الله من الحكومة في إطار الصراع الإقليمي والدولي الممتد إلى ساحات العراق أيضا